اشتركوا في القناة في قناتكم المقدمة من هذا سنتكلم كم مرة صدر قرار بقتل جميع مسيحي مصر المسيحيون يعانون دائما من الاتحادات تعالوا نشوف ايام هارون الرشيد حصل صدور قرار بقتل جميع مسيحي مصر ولكن ظهرت العزراء للوالي واخذت منه خطاب لقائد الجنود الرابط بكنيستها في اتري ثانيا ايام المعز الدين الله فاطمة صدر قرار بقتل جميع المسيحيين ولكن حدثت معجزة نقل الجبل المقطع ثلاثة في عهد المماليك في عهد البابا متاوس سنة سبعة وتمانين قرر المماليك قتل جميع اقباط مصر وتم وضع علامات على جميع منازل الاقباط من النوبة اللي اسكندرية ولكن انقذت العزراء الشعب بظهرها لقداسة البابا متاوس بعد سيامه ثمان ايام وقال اقسل وجهك وقتل السلطان الذي يريد قتل الشعب المسيحي وحضر السلطان برقوق يقدم اعتزال لقداسة البابا رابعا بعد تولي عباس باشا سلفي اصول التدين طلب طرد جميع المسيحيين من مصر او قتل جميع المسيحيين واستدعى شيخ الازهر الشيخ الباجوري ورفض ان يعطيه فتوى وقتل عباس وتولى سعيد باشا هل تعرف ماذا حدث في قرارات هدم الكنائس ايام الحاكم بامر الله هدم تلاتين الف كنيسة في مصر وسوريا والزم المسيحيين بلبس الملبس الاسود والعمامة السوداء اتنين ايام الممليك في تمانية ابريل 1321 بعد صلاة الجمعة اصدروا تعليمات بهدم الكنائس فهدمت جميع الكنائس في ساعة واحدة في عهد شركوة وشاور هدمت اقصر من الفين كنيسة في شمال البلاد ووسط البلاد وتوقف الهدم عند دير وكنيسة الشييد ماري جرجس باسيون هل تعرف سيام الشعب المسيحي في مصر بغير السيامات التقصية في عهد البابا انبى ابراهام ابن زرعة وكان نتيجتها نقل جبل المؤطم تعرف على قوة سيام الشعب المسيحي في عهد الرئيس السادات في سنة خمسة تسع يوم خمسة تسع سنة سبعة وسبعين سام الشعب خمسة ايام وكانت النتيجة الغاء قانون الردة وعدم تطبيق الشريعة الاسلامية هل تعرف كيف نجى قداسة البابا شنودة من الاختيال بعد ان رفض قداسة البابا سفر المسيحيين الى اسرائيل قبل حل القضية الفلسطينية وصدور قرار السادات بنفي قداسة البابا شنودة الى دير الانبا شويد حدث في يوم خمسة وعشرين تسعة سنة الف تسعمية واحد وتمانين ان نيافة الانبا سرابامون رئيس الدير انرأى رؤية مفتوحة العينين بضرورة اخذ قداسة البابا الى الكنيسة وفعلا توجه مسرعا وطلب من قداسته ترك القليتو والذهاب معه للكنيسة وعند وصوله الى الكنيسة نزلت دان من ساروخ موجع على قلاية قداسة البابا وحتمتها حتى منسوب سطح الارض وحضر احد اللواءات الى الدير يسأل عن الخسائر الى فقابله نيافة الانبا سرابامون بان قداسة البابا بخير ونتيجا لذلك حكم ست لواءات وبعد اسبوع قتل السداء هذا قليل من كثير كل الا اله سورت ضدك لا تنجح وكل اللسان يقوم عليك في القضاء تحكمين عليه احبائي اعزائي انتم تعلمون جيدا ان المسيحيين يضطهدون ويعزبون ولكن اله السماء ارسل رسله وارسل مبشرين من اجل ان يبشروا بكلمة الرب بي بالمحبة بالسلام بالشفاء المرضى باقامة الموتة بالحب بالعطاء بكل ما هو جميل الله علمنا كيف نكون صمرة محبة الله الاخوة التي احب احب بعضكم بعضا كما احببتكم احب مبغضيكم بارك لعينيكم هذه ليست عزة ولكن لنتذكر دائما ان الهنا اله قوي اله حب اله سماء اله المجد اله التسبيح نحن دائما نكون معك يا رب احبائي وعزائي شكرا لاستماعكم لهذا الفيديو وارجو من كل احبائي واصدقائي القناة الاشتراك في قناتكم الملكة والامير الملكة هي العدرة وماري جرجس الامير ما تنساش تدوس على الجرس هو احمر هيديك رمادي وتدوس على لايك ولو هنتظر كمان تعليقاتكم وشكرا لكم وعلى محبتكم سلام لكم جميعا